اهلا وسهلا يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وكويسين نورت قناتي من جديد والنهاردة ان شاء الله فيديو نزيز وفي حاجات كتير حلوة قوية هتحبوها النهاردة انا بصراحة صحيت متأخر لان انا باخد علاج بيخليني انام فطبعا بفضل اصحى طول الليل مع ياسين فجيت الصبح بقى خلاص كنت مش قادرة وعايزة نمت فنمت فسحيت متأخر فقمت على طول احط الغداء على النار وقلت افطر في نفس الوقت عملت الفطار بتاعي فطار لذيذ وسريع قوي عملت زبادي حطيت عليها معلقة عسل موزة وكان واحدة كده من اللوز الناي ورشة من القرفة الميكس مع بعضه بيبقى طعمه تحقق قعدت ريح كده وتفرج على تلفزيون عشان اقدر افوق وبعدين دخلت اكمل الغداء انا كنت نقعة من بالليل فصوليا بيضة احنا بنحبها قوي وبصراحة كان بقى لي كتير معملتهاش فقلت لي بقى معملهاش النهاردة يلا بينا بس لازم تتنقع من قبلها بيوم فانا قعتها من بالليل وبعدين حطتها تتسلق في الوقت اللي انا كنت بافطر فيه بعد ما خلصت بقى افطار دخلت على المطبخ علشان اجهز اللحمة والتسبيكة بتاعت الصلصة وبالمرة قلت كمان اعمل الرز بالشعرية يعني اكل مصري بامتياز ومن الاكلات اللي احنا بنحبها قوي قوي قولولي انتوا عندكم في البلاد التانية عشان انا عارفة فيه ناس بتابعني من دول تانية طبعا برحب بيهم جدا وانا بحبهم قوي 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 بجده بتبسط جدا لما حد يقولي انا بتابعك من العراق السعودية لبنان سوريا كلهم انا بحبهم جدا وبعطلهم كل سلامي قولي بقى انتوا عندكم بتعملوا الفصولية زينا كده طبيخ ولا بتعملوها بطريقة تانية الاكل كان بالنسبة لي خلاص في مرحلة التسوية فكمان رحت منظفة الارديات عملتها بالمكنسة لاني لازم يوميا لما اجي اعمل الرز لازم الرز يقع مني على الارض مش عارفة لي عندي مشكلة في الموضوع ده فبالمكنسة سريعا كده رحت لما الدنيا علشان ايه اول باول ما اتركمش علينا وكمان علشان بنايم ياسين كتير قوي معي في المطبخ بحطه على الارض فبخاف ان حاجة تيجي في بقه فبالنسبة لي سجادة المطبخ لازم تكون نظيفة طول اليوم وبالنسبة للغدا بتاعي انا النهاردة فكان الغدا بتاعي حسب النظوم اللي انا مشي عليه فراخ اعملها بطريقة مثلا زي الشاورمة او اي حاجة زي كنا بعملها بطريقة سهلة قوي وكنت تقريبا شركتها معيكم قبل كده كتير فعملتها وبياخد معايا كده مثلا بولا فيها اربع معالق من الفاصولية مع الصلطة وبس ده كان الغدا بتاعي فانا حطيت البصلة وحطيت عليها الفراخ قلبتها معايا وبعدين بدأت احط البهارات ايه بهارات بقى بتيجي في بيلي وقتها بحطها وحطيت شوية من السياسوس وحطيت كمان مسترد قلبتهم مع بعض كويس قوي وبعدين ضفت عليهم فلفل الوان وقلبتها لحد لما استويت وكده كانت جهزة معايا قلت لكم قبل كده ان الطريقة دي تقدروا تعملوها وتحطوها على المكارونة على رز بسماتي حتى لو رز ابيض سيدة وتبقى واجبة لكم في البيت حرفين والله ما بتاخدش اكتر من عشر دقيق كده على النار وبتكون جهزة معايا لما اللحمة بتاعتي استويت نزلت عليها بالفاصولية وبدأت انظيف البهارات برضو حطيت بس بهارات لحمة انا الطبيخ بالزيت ما بحبش حط له بهارات كتير هو ملح وفلفل وبهارات لو مثلا بعمل حاجة باللحمة بحط بهارات لحمة بعمل حاجة بالفراخ بحط بهارات فراخ وبس شكرا على كده يبقى ايه طبيخ بيزيك كده خالص صحيح انتو عاملين اكل ايه النهاردة اكتبو لي تحت في الكمنز علشان اخد منكم افكار اعملها لبيت الاسبوع وطبعا لو انتو وصلتوا معي الهنا في الفيديو ما تنسوش بقى انتو بتتفرجوا تعملوا لايك للفيديو وتدوسوا على زرار الاشتراك عشان احنا خلاص فاضل حاجات بسيطة يا جماعة ونبقى 200 الف على اليوتيوب ومش متخيلين انا مبسوطة قد ايه بجد بجد والله مبسوطة قوي رغم ان في حاجة غريبة ان عدد المتابعين كبير قوي والمشاهدات قليل قوي بالنسبة لها بس انا مبسوطة ان على اقل 200 الف قرروا بنفسهم ان هم يشتركوا في القناة بتاعتي فده بجد حاجة تبسطني قوي قوي وبمناسبة ان احنا قربنا على 200 الف انا عايزة اطلب منكم ان انتو تكتبوا لي تحت في الكمنز الحاجات اللي بتحبوا تشوفوها عندي الحاجات اللي بتضيقكم عندي وحبين ان انا اغيرها يعني اي تعليق عندكم قولولي واكيد مرحب بيه هاخده في الاعتبار ارسم الحاجات اللي بتخشوفوا ترجمة الانتواج ترجمة الانتواج انتواج التعليق ومع ما يقع لها التعليق الحاجات اللي بتتعليق بنشع اتناة حد 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 كما انتم متعاودين دايما بقول لكم ريفيوز عن حاجات حلوة انا جربتها او حاجات وحشة برضو جربتها فانا عايز اقول لكم على الكريم ده دايبر كريم بتاع البيبيز انا كنت بستخدم كير باي كير بس هو سايق جدا واللي امتابع على الانستجرام عارف القصة وعملت عنهم ستوريز وعملت لهم منشن وقلت ان انا مش هجيبه ابدا لان جبته حابلي مرتين او تلاتة كل مرة بيطلع فيه مشكلة وبعد كده استخدمت زينك اوليف وبعدين حبيت ان انا اغير فجبت ده ده اسمه صافيكو ده براند مصري جديد بس بجد الكريم بتاعهم طحفة انا في الديمة كنت بستخدم سودو كريم بس هو دلوقتي طبعا مقاطعة بس هو صراحة كان ممتاز معي ومتكنش بغيره ابدا ده البديل بقى بتاع السودو كريم بجد هو نفس الملمس بتاعه وفيه مكونات حلوة فيه فيتومين اي فيه ارجان اويل فيه جوجوب اويل فيه الوفيرا بصوا بقى من جوه ده تلقوا في الصيدليات او على المواقع اللي انتو بتشتروا من عليها طلبات البيت موجود يعني بصوا الملمس بتاعه سميك جدا بيعمل طبقة حلوة قوي طبقة عزلة فحلوة قوي طبعا ده خلص همسحوا فقلت اقول لكم عليه العلبة بتاعته كبيرة تعود وقت طويل جدا اسمه صافيكو فالو انتو محتارين تجيبوا ايه للاطفال بجد ده ممتاز حاجة كمان من الحاجات اللي لسه بتسألوني عليها هو الكريم بتاع فيردكس ده بصراحة انا لحد دلوقتي انا كنت جايباها علشان الانتفاخات الهالات كل الحاجات دي هو بيرطب كويس قوي تحت العين بس موضوع الهالات لسه مشوفتش منه نتيجة ده طبعا كمان لان انا بصهر وبنامشي كويس فبرضو ده ليه تأثير اكيد فعشان كده انا مش هقدر اديكو الريفيو الصح والمظبوط عليه لان لازم لما نستخدم كريم يبقى فيه عوامل تانية معاه نحن نشرب مياه كفاية طبعا الحمد لله بشرب مياه كفاية بس انا بصهر كتير وما بنامشي كويس فده طبعا برضو اكيد عامل بيقصر فعشان كده انا مش قادرة احكم عليه بصراحة ماتلة تريندل شوكولت بتاع دبي وانا هموت وادقها واجربها بس كل مرة ابقى مش عارفة اجيبها منين بالصدفة كنت بجيب طلبات من على بريدفوست لقيت عاملين الشوكولت المحشية كونيفة بستاشيو دي 50 جرون كان سعرها 135 جنيه بس اموت حمسة جدا ان انا اجربها وعرف طعامها ايه وتستاهل ولا لا مش عارفة ممكن يكون بريدفوست ناسا عاملها حلوة او لا بس هنفتح ونجرب هي كلها قطعة واحدة كده فحيخد منها اطمى ادقها ده هتجدها كده من جوه رأيي فيها ان هي عادية جدا انا معرفش هل هم مش عاملينها زي ما المفروض تكون يعني الحشو من جوها الكنيفة قليلة جدا الكريمة كتير بس ما فيهش نكهة البستاشيو قوية كده فحسن ان هي شوكولت عادية يعني مش مستاهلة ضجة بس اعتقد ان فيه اماكن تارية بتعملها احلى لان الناس تقول ان هي بتبقى كده من جوه دي لأ كانت طريقة جدا مش كرانشي ولا حاجة بس يعني ارضت الفضول بتاعي وجربتها واني لقيت حاجة غريبة قوي حاجة نازلة جيد اسمه مكتوب عليهم هو فبرضو عايزة مكتوب عليه كيك فعايزة افتحه واشوف شكله من جوه متحمسة لي قوي ده كده شكل الكيك عايزة افتحها برضو نشوف من جوه فيها حاجة او لأ 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 من جوه كيك عادي معرفش الطعم هل هيدي نكهة التيراميسو ولا لأ لأ ما عجبتنيش خالص ما فيهاش اي حاجة ديها علاقة بالتيراميسو ولا حتى النكهة حتى الكيك بتاعتها النشفة مشطرية وهشة كده ده ادي له صفر من عشرة زعيلو بقى اخدكم معي في جولة سريعة كده كنت في مول مصر فحبيت افرقكم على حاجات لذيذة او اتفرقت عليها يعني انا بحب من الحاجات اللي بتغير نفسيتي كده وبتخليني احسن هو اني انزل اتفرج على محلات الحاجات لانا بحبها بحب او يعمل شوپنج في الحاجات بتاعت البيت اكتر بين الحاجات بتاعت الهدوم مثلا او كده فدخلت محلة توليب كان حاطت حاجات حلوة قوي قوي للباكتسكول اللانش بوكس دي تحفة اسمها زجزاج بمية جنيه الواحد وعايز قلوكم حجمه كبير ومتقسم تأسيمات خطيرة بصونا فتحته لكم عجبني جدا جدا لدرجة ان انا جدت واحد من البلو ده وشلته مش عارفة عامل بي ايه يعني شايلة اليسين بس بجد عجبني وسعره حلو قوي فالماترية الكمان بتاعته حلوة فيه الوان منه كتير يعني هتلاقوا منه الوان كتير قوي والباطلز برضو عنده تشكيلة كبيرة عنده العلب بتاعت سيستيما كلها طبعا اصعارها غالية قوي السنة دي بس عنده كل الاحجام بتاعتها حتى الصغنانة دي بتاعت الفروتس والحاجات دي وكمان الباطلز بتاعت سيستيما برضو موجودة الصواني الخشب دي عجبتني جدا عنده تشكيلة كده من الخشب وبصراحة ماترية الخشب عنده روعة كمان بيبقى عنده مجاد فرداني كده ساعات بتاعجبني الازواء بتاعتها ان اعجبني دوت بس موما قالتلي ان هو مش حلو تفتكروا يا جماعة حلو ولا مش حلو بصراحة عجبني قوي حسيت شكله كرياتيف كده وجديد ولزيز قوي عنده طبعا اطقم العشاء وكل حاجة فكمان سألتهم وانا هناك ان هم هيعملوا عروض في شهر 11 وهيعملوا خصومات فلو انت عروسة وبتجهزة ممكن تروحيت لقي حاجات هناك بجد بتبقى لقط اطقم القهوة دي بيبقى موجودة عنده منها تشكيلة كبيرة جدا واسعارها بتبدأ من قوي 400 جنيه تقريبا لحد 800-900 حاجات زي كده يعني فانا دي الحاجات لما حب انزل اتفرج عليها حب انزل اتماشى فيها دي الحاجات اللي بتستهويني جدا بس في حاجات انا ما بقتنعش بيها زي الحفظة بتاعت البصل والحفظة بتاعت اللمون يعني انا عندي حطوم عادي في اي علبة مفيش مشكلة مش لازم نشتريرهم علبة مخصوص كمان عنده بالا اطقم الميلامين انا كنت فاكرها في الاول انزل اطقم ازاز كان شكلها تحفة لما قربتم مسكتها لقيتها ان هي اطقم ميلامين بس البرانت بتاعتهم عجبتني جدا وكمان بحب اقوي اطقم الارسي اور هو مشهور بيها جدا بيحط منها كل الاشكال تقريبا اسعارها الى حد ما يعني بس التقم دا اللي هو مش بعرف انت اسمه الناشت من حاجة زي كده يعني البرانت دا اسعاره بتبقى غالية اوي 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 وقت ما انا كنت بجايز كنت اتعصق اسعاره كنت معقولة جدا وكنت بجيب منه وبعد كده اسعاره ضربت لما بقى حصلت بقى كزا ازمة للدولر والحاجات دي لو اسعاره بتاعت وقت عالية اوي بعدها دخلت هوم سنتر موجود جنبه على طول الطقم الشهير بتاعته دا موجود منه الابياد والبينك واللبني بسوا دولة عجبوني امي انا جبت الصونية دي اللي انا مسكها في ايدي زي سرفيس كده يتقدم فيه مثلا حلويات شرقية يتقدم فيه اي حاجة وقت اسعاره لذيذة فحطت منه بقى اطقم كمان كبيرة لقيت حطت برضو تشكيلة من اطقم الشاي والقهوة التحفة والحلل النيوفلام والجرونيت هتلاقوه موجودين عند هوم سنتر وموجودين كمان عند تيوليب عنده تيوليب اللي حلل اللي انا كنت مسكها في الاول دي برضو كتعجبيني التحفة كمان عنده تشكيلة لذيذة قوي من حاجاتها الكريستال بس اسعارها عالية شوية بسوا ده عجبني قوية معرفتش اعمل بي اي اي يعني بس هو شكله لذيذ قوي وشكله انيق كده جدا يعني بسوا العيات دي بقى خطيرة اربعة مع بعض حجمهم صغير جدا فحلوين يتحط فيهم سناكس كده للاطفال مكسرات مثلا في اللانش بوكس او حاجة زي كده بتبقى تحفة اخدتلي جولة سريعة لاننا مكنش معايا اصلا وقت كتير عشان كنت عايزة لحقارجع قبل ما دي ما ترجع من الحضانة فبس كنت ايه جولة سريعة كده وكمان دخلت ميني سوم ملقيتش حاجة عجديدة يعني كل حاجات الموجودة هي حاجات قديمة ما فيش اي حاجة جديدة سمعين السقط الموسيقى دي اللعبة بتاعت يا سين متخيلتش ان السقطها هيطلع في التصوير عشان كان بعيط وكان عايزني اشيله انا كنت حطه في الاسترولر بتاعته فكنت بدياله اللعبة بتاعته مشغلاله الموسيقى بتاعتها الكريمات دي حلوة قوي قوي بسعرها 50 جنيه هو هاند كريم بس رواح بتاعتهم بجد خطيرة دخلت كمان الصيادة فرجت على الكولكشن الخريفي بتاع النيوبورن علشان اشوف كده الاسعار عملة ازاي والكولكشن الموجود ايه وبعدين رحت تاييكي كل نفسي اجرب جدا البوبا وهو اقترح علي بما اني اول مرة هاشرب بوبا اني اجيب الساكورة دي بيكون فيها فراولة وبيكون فيها كمان راسباري توت احمر فجبتها وجربتها عجبتني كتجربة جديدة بس مش عارفة هرجع اشربها تاني او اطلبها تاني او لأ بصراحة مش عارفة واخدت كده جولة لفة كده في سريعة وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص ووصلنا لنهاية الفيديو يارب الفيديو يكون عجبكم النهاردة وغيرنا جوة هو وتفسحنا بره مع بعض ما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم ان انتو تعملوا لايك كبير قوي قوي وتكتبوا تعليق كبير قوي قوي وهقراء ان شاء الله وكمان تشتركوا في القناة واستنوني ان شاء الله على خير في فيديو جديد قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته